نعتذر عنه شهر عادل بنهيف يدخل على الخط ما احترامي للزملاء في فقرة خذاكاش وما تحدثوا بها أن جميع المقدمين يطرحون تصويت خاص ببطاقة العبور هذا غير صحيح نتحدث نتحدث عن فقرة رأس المال لم ولن نضع يوما ما تصويت لهذا الشأن يوجد فريق إعداد يراجع الحلقة ويرشح لأكثر تفاعل شكراً هذه اليوم ما احترامي عادل بنهيف أصلاً ما تطرقنا بطاقة العبور ولا تكلمنا عن المقدمين أنهم يسوون تصويتات بطاقة العبور حنا تحدثنا عن بعض المتسابقين أنهم يسوون مسابقات الحسابهم في التواصل الاجتماعي فقط لا غير بطاقة العمور ما تطرقنا لهذه يا شباب عادل بنهيف ما قد يجي من الطريف حيوى أتوقع عن عادل بنهيف غرض هذه التغريدة لحاجة في نفسه يعقوب وسنحققها لها بإذن الله طبعاً بالعكس حقيقنا الطلبات مرزيقة ما الحقيق طلباتك عادل بالعكس أنت على أن الرأس طال عمرك واحدة من يوم ما جبنا طاري اسمك المرة هذه لا والله جب طاري مرة مجحنان عادل بنهيف المرة هذه نذكر تغريدة عشان أكون منصف يعني عادل بنهيف من الأشخاص اللي أنا أحبهم وقدرهم جداً ويدير حلقتها بمهنية وتمييز عالي عادل بنهيف أرى فيه يعني مقدم مستقبلي ناجح جداً 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 عادل بنهيف من الناس اللي يحرص ويحترق ويثابر على فقرته عادل بنهيف رجل مميز بإذن الله تعالى أن نحن نشوفه في أفضل المناصب أيضاً عادل بنهيف في ميزة هنا إذا حضر فقرته ما يقود على الجوال والشباب يعني يسولفون لأنه من المعيب أنه يجيس على الجوال وصديقه أو زميلها المقدم يسولف فغلط يلا يتباضي يأخذنا صورة عامة على الوضع اللي حاصل الآن من الأستاذ السعود والأستاذ نواف خلصت؟ نعم فقط طيب ثاليك على تغريدة عادل بنهيف صراحة أنا ما أذكر أن تطرقنا لأن أصلاً ما أجبنا موضوع صلة التحيز اليوم أبد وأصلاً مقاطعينها من فترة أستغرب من عادل لكن يمكن هو شاف أن كل ما جاءت تغريدة ذكرنا تغريدات اللي في حزابة شخصية أي فهو قال خلنا نطلع مع الرأيجيل ويظهر ويظهر بذراعب أنا أعيد كلام فهد بالفعل عادل أتميز في فقرة راس المال قدمها بشكل جميل أفكار جميلة ويمكن آخر حلقتين كانت موهرة جداً من عادل يشكر عليها وشكرنا في حينها لكن بالفعل هناك مقدمين ما تطرقوا إلى دعنا نقول لتصويتات في حساباتهم بل أن فيه مقدمين ما غردوا فيه تاق البرنامج أبداً طول البرنامج إلا مرة واحدة يمجي بنا الطريف يخذه كاش وإلى يومك مقاطع تاق من تقصد؟ من غيرها أبو ملهي لا تعتقد من تقصد أن أراك كان لم يغرد عن البرنامج كأنها مم معنى أنا أحسنت متسابق كده يجي مع المتسابقي ما مع جوال أو سحبين جوال الإدارة بس يوم عطاق أرد على أخذها كاش وإلى مثل ما قال فهد إذا ذكرنا جميع المقدمين ما ذكرنا جميع المقدمين يمكن نواف كان يكسد كم فيه أثناء الحوار كان يقول